السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو نهر اليوم رح يكون موجه لتلاميذ السنة الأولى متوسط. الفيديو عبارة عن حل فرض مقترح بالنسبة للثولات الأول. إذن نبدأ مع بعض بقراءة النص. هنا في النص. جورج سميت is speaking. عدنا هذا الولد اسمه جورج سميت. He is introducing himself. يقدم نفسه. Hi. مرحبا. My name is جورج سميت. اسمي هو جورج سميت. I am 11 years old. عمري 11 سنة. I am from England. أنا من انجلترا. I live in London. أعيش في مدينة لندن. I am a pupil at the night school. أنا تنميذ في مدرسة الفرسان. جورج introducing himself. يقدم نفسه. نروح للتمر الأول الخاص بفهم النص. I read and fill in the table below. أقرأ النص وأكمل الجدول في الأسفل. عندي name. اسم المتحدد في النص. لهو جورج سميت. هنا ما طلبوش مني الفيرس نيم. الاسم لوحده. والفاميلي نيم. اللقب لوحده. هنا طلبوا مني النايم. الاسم الكامل. إذن رح نكتب جورج سميت. دائما الاسم واللقب الحرف الأول يكون capital letter. ماجسكول. الآن طلبوا مني أني نستخرج الـ age. لهو العمر. 11 years old. country. البلد. I am from England. دائما البلد نلقى قبل كلمة from. إذن country البلد هو England. England. إنجلترا. The city. المدينة. I live in London. دائما قبل المدينة تلقوا كلمة live. أعيشوا. أعيشوا في لندن. إذن كنلقى كلمة live. المكان اللي بعدها هو city. كنلقى from. معناها البلد. الكلمة اللي بعدها هي البلد. إذن هنا رح نكتبه لندن. school. المدرسة. night school. I am a pupil at. أنا تلميذ في night school. مدرسة الفرسان. إذن نكتبه اسم school. أوكي. التمرين الثاني. I read and color the correct answer. أقرأ وألون الإجابة الصحيحة. George is 10. جورج عمره هو عشر سنوات. 11. 11. 12. 12. إذن هنا في هذا السؤال عندنا حيلة بسيطة. لأنه هنا العمر مكتوب بالحروف. بينما في النص العمر مكتوب بالأرقام. إذن التلميذ لازم يكون يعرف باللي. 11. هذه هي 11. أوكي. إذن. George is 11. لماذا نختاره 11؟ لأني عندي في النص 11. عشر. وهي 11. إذن. we color. لنلون الإجابة الصحيحة. الآن عندي. he is from. he. نعود بها جورج. يعني هو. هو من. الجيريا. أمريكا. إنجلند. إذن. كنروحوا للنص. I am from. إنجلند. سوي color. لنلون. إنجلند. هنا التلميذ يلون بأي لون. لأنه ما حدناش لون. السؤال. he is. a teacher. usted. a pupil. تلميذ. a doctor. طبيب. كنروحوا للنص. I am a pupil. أنا تلميذ. هنا هو يتحدث على نفسه. يقول. I am. أنا. بينما هنا في السؤال. he is. هو. إذن. رح نلونه. pupil. الآن. كم مننا مع أسئلة النص. رح ننتقل إلى أسئلة القواعد. activity one. التمرين الأول. I supply punctuation and capital letters. معناها عندي. جمل. رح نحط. punctuation. علامات الوقف. اللي هي. الكاما. الفاصلة. question mark. علامة الاستفهام. full stop. النقطة. and capital letters. capital letters هما الماجسكول. متى أضع ال capital letter؟ أضع ال capital letter في بداية كل جملة. مهما كان نوعها. يعني سؤال أو جملة عادية. أيضا بعد علامة الاستفهام. أضع capital letter. يعني الحرف الأول من الكلمة التي تكون بعد علامة الاستفهام. رح يكون capital letter. أيضا عندما يكون عندي a proper noun اسم عالم يعني اسم إنسان أو اسم بلد أو لقب إنسان دائما الحرف الأول يكون capital letter. حتى وإن كان الاسم هذا في وسط الجملة الحرف الأول نحطوه capital letter. كي نقول I supply capital letters أضع الماجسكول أضع capital letter دائما أضع الحرف الأول فقط capital letter ليس كل كلمة. إذن الجملة الأولى عندي دورة. دورة is introducing herself. تقدم نفسها. إذن الكلمة الأولى هي hello. hello. إذن ال-H لازم نديره capital letter. أوكي. إذن نكتب hello. دائما hello مرحبا ولا hi يكون بعدها كما فاصلة. أوكي. my name is. هنا عندي فاصلة الحرف اللي بعدها يكون small letter صغير عادي. my name is dora. dora is a proper noun اسم عالم. إذن لازم نكتب دي capital letter. ماجسكول. full stop. my name is dora. نقطة. what's your name? what? الحرف الأول رح نديره capital letter لأنه جاء بعد النقطة. الحرف الأول فقط. what is your name? بما أنه عندي what؟ ماذا؟ ما هو اسمك؟ إذن الجملة رح تنتهي بquestion mark. ننتقلوا للجملة الثانية. كيف كيف عندي hi مرحبا. إذن الحرف الأول لازم يكون capital letter. hi. بعدها دائما عندي كما. hi. I am frozen. i. اللي هي معناها أنا دائما وأبدا تكون capital letter. مهما كان موقعها في الجملة. I am. عندي frozen. proper noun. اسم عالم. إذن ال-f رح تكون capital letter. هذي الجملة جملة عادية وليس السؤال. إذن رح نحط food stop. نقطة في نهاية الجملة. activity two. تمرين ثاني. I count and write the number in full. أحسب. I count يعني أحسب. and write وأكتب the number in full. وأكتب الرقم in full. يعني بالحروف. I am five plus five. أنا في عمري خمسة زائد خمسة. so I am ten في عمري عشرة. هنا عندنا مثال. يعني المثال هذا حلو هنا بش نعرفو نكملو الأمثلة الأخرى. نكملو مع بعدنا. Tom is. Tom عمره five plus six. So Tom is eleven. Tom عمره 11. هنا 11 مش رح نكتبها بالأرقام. رح نكتبها بالحروف. Eleven. إذن التلميذ لازم يكون يعرف كيف يكتب الأرقام من واحد إلى خمسة عشر بالحروف. Kate is seven plus two. So Kate is nine. عمره هاتي سع سنوات. الآن وصلنا الوضعية الإدماجية. The situation of integration. George is waiting for your email. George ينتظر رسالة إلكترونية منك. يعني email. I write an email and introduce myself. أكتب email وأعرف فيه بنفسي. من حيث My name. يعني أقدم اسمي. My age. عمري. The city. المدينة التي أسكن فيها. And my school. واسم مدرستي. إذن أول حاجة رح نبدأ بها الإيميل. اللي هي Hi. The greeting. التحية. مرحبا. My name. أول حاجة هي الإسم. My name is Sammy. For example. إسمي هو سامي. الآن العمر. I am 11 years old. وعمري 11 سنة. اللي كان عمره مثلاً 10 سنوات. يكتب عشرة. اللي عمره 12 يكتب 12. أوكي. الآن ننتقلو للسيتي. للمدينة. من الأحسن أن نقدمو البلد ثم المدينة. نكتبو. I am from Algeria. أنا من الجزائر. And where I live. أعيش in. For example. In Skigda. I am from Algeria. أنا من الجزائر. And I live. وأعيش في Skigda. هنا كل تلميذ يكتب الولاية التي يعيش فيها. آخر نقطة لي هي School. كيف أقدم مدرستي؟ أقول I am. أنا. أبيوبل. أنا تلميذ. آت. ونكتب اسم مدرستي. مثلاً. First November. School. أنا تلميذ في مدرسة أول نوفمبر. هنا اسم المدرسة. كل تلميذ يكتب اسم مدرسة تعه. ويكتب بعدها School. إذن وصلنا النهاية حل هذا الفرض. نتمنى أنه الشرح كان واضح وكان مفهوم. Good luck and goodbye.